السلام عليكم، لماذا يجب أن يكون لديك أسئلة للتعرف على المرأة بشكل أفضل؟ عندما تحب امرأة، فأنت بطبيعة الحال تريد التعرف عليها بشكل أفضل، ولكن غالباً ما تقلق بشأن ما إذا كانت معجبة بك أكثر، مما ستقلق إذا كنت معجباً بها حقاً، بدلاً من القلق بشأن ما تعتقده عنك، ركز على التعرف عليها بشكل أفضل، قد تجدها جذابة ومضحكة، لكن هذا لا يعني دائماً أنك متوافق معها، يساعدك طرح أسئلة على المرأة التعرف عليها بشكل أفضل، والتأكد من أنك معجب بها حقاً، هذه الأسئلة ستجعل المرأة تحبك وتنجدب إليك، ما عليك سوى مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية، للتعرف على الأسئلة التي يجب عليك مراعاتها في المحادثة معها، بعد مشاهدتك لهذا الفيديو لن ينتابك القلق والتوتر حيال هذا الأمر، سأقدم لك مجموعة من الأسئلة التي ستجعلك رجلاً رائعاً وذكياً في نظر المرأة، وستشعر أنك تفهمها وتهتم بها، لن أطيل عليكم لندخل في صلب الموضوع مباشرةً، شاهدوا الفيديو من البداية إلى النهاية، ستستفدون كثيراً، لا تنسوا فقط أن تدعموني بلايك، تعليق، أسفل الفيديو، واشتراك في القناة، وتفعيل زر جرس التنبيهات، للتوصل بكل ما هو جديد من فيديوهاتي، كل المعلومات المتعلقة بالقناة تجدون رابطها دائماً في صندوق الوصف، وفي أول تعليق. أولاً، ما الذي تفعلينه ويجعلك سعيدة؟ المرأة تحب أن تعبر عن نفسها وعن هويتها، وهي دائماً شغوفة حيال أمر معين، وتحب فعله لأنه يجعلها في منتهى السعادة، سواء كان هذا الأمر هواية أو عمل أو اهتمام إلى غير ذلك. عندما تطرح هذا السؤال أو أسئلة من هذا المثيل، ما هي الهوايات التي تفضلينها؟ أو ما الذي تستمتعين بفعله؟ فهكذا أسئلة توحي إلى أنك مهتم بها، وأن هدفك من هذه العلاقة أبعد بكثير، على أن تكون علاقة عادية، بل تظهر لها بأنك تريد علاقة جدية ومعقولة، وتحب أن تعرف عنها المزيد، لتصبح توأم روحك، سيانة توقف قليلاً، إن لم تضغط بعد على زر الإعجاب أو الاشتراك، فإني أذكرك بأن الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، فهو مجاني ولن يكلفك سوى صفر دولار، لكن في المقابل فأنت ستستفيد كثيراً، وأنصحك باستخدام هذه المعلومات في الحلال، لنواصل، ثانياً، اسألها عن الأشياء التي تحبها، لو أردت أن تجعل المرأة تحب الحديث معك وتستمتع في الكلام، وتجعلها تحكي لك عن نفسها، فاسألها عن الأشياء التي تحبها، وتحدث معها حول ذلك، ودع لها المجال كي تحكي لك عن عائلتها وأصدقائها المقربين، وكل الأشخاص والأشياء التي تحبها، واستمع لها وأنت تدعمها بكلمات مثل نعم، كيف ذلك؟ حقاً، لتجعلها تستمر في الحديث وتتكلم بحرية، فهذا يعزز علاقتك بها، ثالثاً، ما هي المهارة السرية التي تملكينها؟ أهم شيء عندما تكون تتحدث مع المرأة، وهي أن تحاول معرفة سر من أسرارها، والذي لا يعرفه أحد عنها سواك، لأن ذلك سيجعلك ذو قيمة لدى المرأة، فبما أنك تعرف سر أو بعض أسرارها، فإنك إذن مميز بالنسبة لها، وإلا لما شاركت كذلك، لهذا اسألها عن مهاراتها السرية، قد تكون تحب العزف على آلة موسيقية، أو تحب التصميم، ولكن ذلك يعرفه الجميع، فأنت ما تريد معرفته هو ما المهارة التي لا يعرفها أحد، لتكون ذو مكانة خاصة عند المرأة، هذا السؤال سيجعلها تعرف بأنك مهتم بها وتحبها، وستجعلها تحبك بطريقة لا واعية، رابعاً، ما هي إنجازاتك؟ السؤال الذي تتمنى كل امرأة أن تسمعه، وهو يعبر عن هويتها الحقيقية، كما أنه من أهم وأكثر الأسئلة التي تجذب المرأة، ويعتبر سؤالاً عن الإنجازات التي حققتها في حياتها وتفتخر بها، أو الإنجازات التي لا زالت تطمح إلى تحقيقها، وخصوصاً الإنجاز الذي يمثلها وتفتخر به، فستحب الحديث عنه، لأن المرأة بطبعها تعشق التباهي بالأشياء التي حققتها، وحاول أن تتعمق معها في الحديث، كي تزيد من إثارة الكلام، خامساً، حدثيني عن أجمل ذكرياتك، كل منا بداخله ذلك الطفل الذي يشتاق إلى حنين الطفولة، وكلنا لدينا ذكريات جميلة، نفتخر بها ونتذكرها طالما نحن على قيد الحياة، لذلك فمن المثير للاهتمام أن تسأل المرأة عن ذكرياتها الجميلة، وأيام الطفولة التي تحيط تفكيرها من حين لآخر، هذا السؤال يجعل المرأة تفتح لك قلبها، وتتحدث عن ماضيها، وستتكلم لك عن كل شيء جيد حصل معها، وهذا سيجعلك تعرف عنها المزيد، وتعرف اهتماماتها وما تطمح إليه، سادساً، ما هي أكبر مخاوف تخشيها؟ أطرح هذا السؤال على المرأة، فإنه سؤال شخصي للغاية، ويدعك تعرف مخاوفها الشخصية التي تتمنى عدم حدوثها، وحالما تعرف المخاوف التي تخشاها، فإنك ستستطيع كشف بعض الأشياء والتصرفات التي تقوم بها، أو كانت تقوم بها عن دون قصد، وذلك بدافع الخوف والتوتر، وفي بعض الأحيان، قد تكون فعلت معها أشياء كانت تخشاها، وبذلك قد تكون سببت لها الإحراج أو الإيذاء دون انتباه منك، فاعرف مخاوفها لكي تتقرب منها أكثر، وتعرف كيف تتعامل معها بطريقة جيدة تجذبها إليك، وتجعلها مهتمة لأمرك، فالحب يبدأ بالاهتمام، سابعاً، ما هو آخر مكان في العالم تريدين الذهاب إليه، ولا يعرف ما الذي سيخطر ببالها من هذا السؤال، يمكنك أن تكون مبدعاً تماماً باستخدامه، أو يمكنك الإجابة عليه حرفياً، في كلتا الحالتين، من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض التفكير، ولكن قد يؤدي إلى إجابة مثيرة للاهتمام، ثامناً، ما هو مسلسلك المفضل؟ بالتأكيد هذا سؤال شائع جداً، لكنه سؤال رائع، لأنه إذا كنت مهتماً أيضاً بنفس السلسلة، فلديك الكثير من الموضوعات للحديث عنها، وإذا لم تكن قد شاهدته، فلديك الآن أمسيات لتحتلها أمام نتفليكس، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت لا تعرف شيئاً عن ذلك على الإطلاق، فمن المحتمل أن تستمتع بأخبارك بذلك، ثاسعاً، ما هو أعظم درس علمتك إياه الحياة؟ إنه سؤال أكثر جدية، لكنه يمكن أن يكون بداية محادثة رائعة، بالإضافة إلى ذلك، ستتعلم المزيد حول ما يجعلها على ما هي عليه الآن، عاشراً، ما هو الشيء الأكثر إزعاجاً على الإطلاق؟ الجميع يزعجنا، الآن ستكتشف ما تجده مزعجاً، ربما تكون فكرة جيدة أن تحاول تجنب فعل الأشياء التي تجدها المرأة مزعجة، وهناك فرصة جيدة لكلاكما، مشاركة شيء تجده مزعجاً، ومن الجيد دائماً، العثور على الأشياء المشتركة، إحدى عشر، من هو الممثل أو الممثلة المفضلة لديك؟ سؤال آخر عام إلى حد ما، ولكنه مثالي لمعرفة نوع الأفلام التي تحبها أيضاً، مقدمة رائعة لمحادثة حول كل الممثلين المفضلين لديك أيضاً، من السهل تحويل هذا السؤال إلى مناقشة حول الأفلام، لأن منا من لا يحب الأفلام، إثنى عشر، من كان له أكبر تأثير في حياتك؟ هذا سؤال رائع لطرحه على المرأة والتعرف عليها بشكل أفضل، خاصة عندما تصبح المحادثة أكثر حدة وجدية، امنحها الوقت للإجابة عليه، فقد تحتاج إلى بعض الوقت للتفكير في الأمر، يمكن أن يخبرك هذا كثيراً عن هويتها، وما هو مهم بالنسبة لها في الأشخاص الذين تحيط بهم. ثلاثة عشر، ما الذي يجعلك تضحكين؟ معرفة نوع حس الدعابة الذي تتمتع به، من المرجح أن يكون مهماً على المدى الطويل، قد تشارك نكتة أو تتحدث عن فيلم أو برنامج تلفزيوني تحبه، يمكن أن يخبرك هذا كثيراً عما إذا كنت ستتوافق معها، وما إذا كنت تشارك معها حب السخرية. أربعة عشر، ما هو أفضل مكان زرته على الإطلاق؟ تعد مشاركة قصص السفر من مسافة قريبة وبعيدة، طريقة رائعة للتعرف على المرأة بشكل أفضل، ومعرفة مكانها المفضل في العالم، ثم يمكنك تبادل القصص حول رحلة محلية أو دولية قمتما بها، الأسئلة التي ذكرناها، ستفيدك في علاقتك مع المرأة وتطويرها إلى الأفضل، فطالما أنك مهتم بها، فأنت تظهر الحب الخفي الذي بداخلك، وتجعلها تظهر حبها لك أيضاً، لكن عليك أن تختار اللحظة المناسبة والموقف المناسب لكل سؤال، واسألها وأنت منتبه لها جيداً، لتظهر صدق اهتمامك بها، يمكنك كذلك أن تتحدث معها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسألها وتتعمق معها أكثر إن كانت بعيدة عنك بعض الشيء، ولا تلتقي بها كثيراً، فهذا سيجعلها متحمسة للقائك، إن رأيت تفاعلكم مع هذا الفيديو، سأعطيكم معلومات أخرى، وإذا استمتعتم بالمحتوى ووجدتم النصائح مفيدة، لا تترددوا في الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى المميز والتوجيهات المفيدة، ولا تنسوا أن تتركوا لي في التعليق أرائكم حول هذا الموضوع، أضيفوا لنا معلومات أخرى إن كنتم تعرفونها ليستفيد الجميع بإذن الله، كل المعلومات المتعلقة بالقناة تجدون رابطها دائماً في صندوق الوصف، وفي أول تعليق، نحن نقدر دعمكم وتفاعلكم، ونتطلع للقائكم في الفيديوهات القادمة، شكراً لكم وداعاً. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر